السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تمامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اليوم الاخوان سنتكلموا على رئيس الوزراء الايطالي اللي اللعنة دي الكابرانات اصابته و مهدد بي الاقالة و دائما كنقولوا بالكابرانات ترقهم كهلا و كذلك سنتكلموا على الخوانة دي الداخل اللي هم اخطر من الخوانات دي الخارج اخواني اخواتي استطعت الجزائر او الاستطعوا الكابرانات انهم يتوقعوا في واحدة جمعية حقوقية مغربية و اللي كتدعم و تروحة الانفصال بين قوسين ما يسمى بالشعب الصحراوي بقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل دي لهاد الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم دمونا باللايكات دي لكم بطبيعة الحال الي عجبكم المحتوى كذلك بارتاجيو الي عجبكم المحتوى كذلك و دائما احنا مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء هو في مغربها و المغرب في صحرائه هو العزاء للحاقيدين و عش المغرب لا عش المنخانة هو لغالبة إلا الله على بركة الله قد ندخلوا الصور بالموضوع اخواني اخواتي قد نبدأوا برئيس الوزراء الايطالي مباشرة بعض الرجوع دي لهم من الجزائر رئيس الوزراء تبعاتوا نعلق دي الكابرانات بحكم ان طريق هاد الكابرانات طريق كحلا و قاعد اللي يتبعوهم كيجيبولو النحس و كيتبعولو النحس اهنا هاد هو رئيس الوزراء الايطالي مباشرة من بعد مرجع من الجزائر و وقع المجموعة من الاتفاقيات وهاد الاتفاقيات اللي هي في صالح ايطاليا و بمثابة انتحار للجزائر فيما يخص الغاز ولكن هاد شي كامل جزائر و خارفة بليرا عندها الخسران وهاد شي كتسمى انتحار بنيسبة لها ولكن هاد شي كامل كيديرو هيك ميسمحوا شي كلمة ترضيهم يعني ترضي الكابرانات معادية للمملكة المغربية يعني يدعموا الاتروحة دي الانفصال ولكن الخبر الجديد هو ان وزير او رئيس الوزراء الايطالي مباشرة من بعد ما رجع من الجزائر مهدد بالايقالة وهذا الشي بحسب وسائل اعلام ايطاليا بحيث كيقول الخبر يبدو ان رحلته الى الجزائر عجلت بقرار الاحزاب الثلاثة المنضوية في اتلاف رئيس الوزراء الايطالي والتي قالت انها لن تشارك في تصويت اتقى بحكومته بعدما فشلت مفاوضات هدفت الى ايجاد ارضية مشتركة بين كل الاطراف واعلنت الاحزاب الثلاث بعدم نيتها التصويت وهذا ما يعني فشل دراقي لحل الازمة السياسية تؤدي الى استقالته واجراء انتخابات مبكرة وبحسب وسائل اعلام ايطاليا ينتظر ان يقدم دراقي اليوم الاستقالة الى رئيس الجمهورية الايطالي وبالتالي تكون انتخابات مبكرة وغدي تم تصويت على رئيس جديد وفي الوقت النظام العسكري الجزائر الديكستاتوري بعدما وقع اتفاقيات مع ايطاليا من اجل حيازة ايطاليا للاطروحة الانفصالية اليوم النظام يقدم المزيد من التنازلات لرئيس وزراء جديد باش يمشي معه في هذا الطرح وبالاشارة فان الحكومة الايطالية تدعم مقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية فعلا الكابرانات تطرقهم كحلا والنحس تابعهم واللي تبعهم سنتقلوا الاخوان للموضوع الاخر واللي يتعلق بواحد الحزب المغربي واللي يخدموا واحد الاجندة مع الاعداء الوحدة الترابية ويدعموا الاطروحة الانفصال سنتكلموا على الخوانات داخل الاخوان اللي هما اخطر من الخوانات الخارج ويتعلق الامر بهذا الحزب المغربي اللي يسميته نهج الديمقراطي اللي يترأسوه مجموعة من المواطن المغربة واللي يخدموا كما تلكم اجندة جزائرية وهذا الشيء يتبنوه علمية من داخل المملكة المغربية ويتكلموا عليه في الاجتماعات وليقاءات ديالهم وحتى في الخارجات ديالهم والجرائي ديالهم هنا هاد الحزب هو الحزب النهج الديمقراطي واللي الجزائر في الخارجات الاعلامية ديالها تستشهد بهم وبالاشارة فان هاد الحزب النهج الديمقراطي اللي ما معروفش قاع ما عارفينوش المغاربة ونفس الاشخاص هما مشاركين في الحزب هما الناس اللي عندهم واحدة جمعية حقوقية لحقوق الانسان هاد الجمعية هي معارضة قالك هما ما كيشاركوش في الانتخابات حسب القول ديالهم قالك سيدي ما كانش شفافية في الانتخابات ولكن الحقيقة انهم ما كانش اللي غادي انتخبع لهم لانهما معروفينش ما عندهم شعبية ما كان ليديها فيهم من وجوههم بين غير واحد المجموعة ديالش لهبية اللي كيخدموا المصالحهم الشخصية والسؤال المطروحيني ما علاقة هاد الجمعية او هاد الحزب مع الجزائر هنا اخواني اخواتي دائما كتخش وكالة الانباء الجزائرية وكتحدش خبر على حقوق الانسان او على الاطرحة ديالانفصل وتستشهد بهاد الحزب ولانه كيدعم الاطرحة ديال مرتزقة الاطرحة ديالانفصل هدي نشوفوه اخوان شنو قالت وكالة الانباء الخسائرية كيقول يعني الخبر مأساة مليليا تقرير حقوقي جديد يحمي للمغرب مسؤولية المسجرة بحق المهاجر الأفارقة وفعلا الإخوان هاد الحزب او هاد الجمعية ديال حقوق الانسان هي الوحيدة في المغرب اللي حملت المغرب المسؤولية ديال هاد الأفارقة او ديال مأساة مليليا خبر اخر يعني بطبيعة الحلم وكالة الانباء الخسائرية اللي كتقول التراجعات الحقوقية بالمغرب تصل لمستويات خاطرة تندروا باحتقان كبير هذا الحزب الإخوان لسجل بيان كيتضامن به مع الجبهة الانفصالية كيقول في هذا البيان النهج الديمقراطي يحمل مسؤولية تفاقم الحالة للنظام المخزاني ويتضامن مع نضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وهذا كعنوان للمقال سنكمل ما قال دعوتنا إلى تجنب الصعيد والحرب في الصحراء الغربية واعتماد أسلوب السلم والحوار لتجنب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب مؤكدة على الموقف النهج الديمقراطي الدعي إلى اعتماد المواقف الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية أولاً كتوضح لهذا الحزب الصحراء الغربية المغربية ثاني حاجة فالمغرب ما فيه الشعب صحراوي وإنما فيه مجتمع صحراوي مجتمع ريفي مجتمع أمازيغي والشعب هو الشعب مغربي ثاني حاجة فهذا وكلت الأنباء الجزائرية لا نبالي بالكلام ديلها لأننا كنعرف بالشغل ديلها الشاغل هو المغرب وكيستغلوا أي موقف باش يدخلوا أو يتوغلوا للمغرب أما الحزب ديلها الناشفة هو دائماً كي يبحث على الأضواء والغارب في الأمر أن بعض الأفراد ديله بعيدة تماماً لمنخارطيها وهذا الحزب له إديولوجيا متطرفة جامدة مثل كابرانات وهم دائماً يغردون خارج الصلب دون أي اعتبار للمجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي هم مهمشون واش إخواني أخواتي هادو قد نعتبرهم غاربة لأنهم كيكلوا من الخيرات ديل بلدنا وكيسكنوا على الطراب ديل بلدنا ويعملون في إدارته ويتمتعون بجميع حقوقهم فيه غادي نعتبرهم خوانة للوطن هادشي غير كافي إخضاعهم لمعاملات جديدة فهو ممكن ولا علاقة لحقوق تعبير أو تمييز أو العقاب فيها بحكم أن أكل نعمة وسب الملأ يقاوم بإهمالهم من طرف الشعب حتى في الأحياء اللي كيسكنوا فيها المهمة الإخوان وصلنا النهاية ديل هذا الفيديو كنتمنوا أنكم دعمونا باللايكات ديلكم دعمونا بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا إخواني أخواتي ما تبخلوش علينا بالتعليق ديلكم حول موضوع حلقة اليوم شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديلكم الدائم شكرا للتعليق ديلكم واللي كتخلي لنا واحد البصمة رقية على قناتكم المتواضعة عالم إسكا دمتم في رعاية الله شكرا لكم الإخوان على الدعم ديلكم المتواصل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته